الى التفصيلات مباشرة حيث افضلت تقييم النهائي لعرض الشركتين الكورية والصينية المتنافستين على انشاء ميناء الفاو الى امكانية اختيار شركة دايو الكورية بعد عرض مؤهلتها وكفاءتها في تنفيذ المشروع اضو لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل قال ان مجلس الوزراء سيصوت في جلسة اليوم على اختيار الشركة الكورية لبناء مشروع الفاو الكبير وتخويل وزارة النقل التعاقدة معها لانشاء الميناء الذي ينتظره العراقيون